نمشي الكفاءة التونسية مقيمة برومانيا عبر الزوم حاضر معنا سواء الشابي الجنيور في السوسيتي تيك توك أهلا وسهلا مرحبا بيك نورت بوجودك مرحبا بيك يعيشك يعيشك إذن سيادتك مهدس في أكبر شركة شركة تيك توك أنا متنجة متقول مدير قسم العقود اللي تهتم بالسيكوريتي دو داتا وبيك داتا اللي نستعمل مش نضرب الذكرة الصناعية عن تيك توك تيك توك معناها توا رفتك اللي ذار بالدنيا الكل طلع معناها من الناس اللي تخدم فيها الكبار تونسي ولدنا وتونسي مرحبا بيك سيدي مرحبا يعيشك خانت عرف عليك أكثر لو تسمح وائل أنا وائل الشابي تونسي مقيم في رومانيا عندي عشرة سنين في رومانيا جيت قريت الهنسة لهم عملت كلية الهنسة في رومانيا وبعد قريت جيد لومانسية وقريت زادة كلية للبزنس والمالج متلقيتهم في فرنسا دونك بين فرنسا ورومانيا العقدة تعدى وكبرنا وهنا كل يوم نتبعوا في الفورس وليزي بوقتين تليجيون يعطيك الصحة شنو أضافت لك توا تجربة هذية مؤخرا سيخطوك ما قلنا العالم تيك توك عالم كبير وعطينا التجربة هذي شو اللي أضافت لك بصراحة هي فخر بالنسبة حتى على السعيد الشخصي والمهن نكون معناها جزء من الشركة كبيرة فيما شركت تيك توك وخاصة في قصة الحساسية فياسة اللي يهم ذكار الصناعي ويهم الجسيون بي داتا تخليك معناها تتهم كيفاش للعالم غير الموقع عد يصير كيفاش لذا فيك سو موبيلي نستعمل بها شنو الذكار الصناعي شنو المخاطر كيفاش يستعملوهم يعني عديد نيقات الحساسة تخليك تشوف بصراحة التكنولوجيا بمنظور آخر غير أنك تكون مهندة سماك تخدم في وسطها وتشوفها تولي تعرف الأهمية خاصة لنا بتاع المرحة الشخصية خلنا نستغلوا فرصة وجودك معنا لو تسمح وائل وتقدم نصيحة للشباب اللي يسمعوا فيك تويكا في خدمها العالم الكبير هذية مثل الذكاء الاصطناعي شنو تجم تنصحه منتك كمهندس وكخبير في المجال هذية هو صراحة معناها احنا في سباق في التكنولوجيا من الجمعش نقوله نخرجوا من السباق هذا ونكونوا بالعكس نكونوا رايدين فيه ونعرفوا كيفاش نستعملوه هو عالم كبير ياسع معنا صباح يا معناها عنده فوائل اقتصادية كبيرة واليوم التولى اللي تكسب التكنولوجيا واللي الشعب اللي يعرف يستعمل التكنولوجيا هو اللي بشيكون رائد في المجال هذا وهو اللي بشيكون يحكم لانتونس معناها ماشاء الله أنا مناzę النقطة صغيرة ومثالة صغيرة للمهامدسين بتاعنا عمار كفاءات ماشاء الله معناها في المجال هذا في التكنولوجيا اللي قاعدين متلوا في شركات كبيرة وعملاقة بدا في ك breed يتعامل مع هنا ولا غيرهم يجيبون حاجات جديدة للتونس المسيحة تستعملون استغلوا تكنولوجيا بصراحة لا يوجد حدود توفضوا في البكار الصناعي أي شاب حتى بمجرد سمارتفون ينجم يدخل برشة فلوس ينجم يحل أسواق كبيرة ينجم يبيع عن سيرفيز حتى يشترك مدخيات ينجم يحلون ويقومون ينجم يحلون لا يوجد الإنفاق ويجبون فقط تجعلونكم ويجبون لكن لو تشاطرني رأي أن العالم نربح منه برشة فلوس لكن يجب أن يكون مقنن وفهم برشة قوانين تضبطوا هكا لأن يحب يدخل ويعرف القوانين بشخطر برشة شباب قاعدين داخلينا ويجبون عندهم منية واحدة أنهم يربحوا الفلوس اللي يحب يعرف القوانين اللي ينجموا يتقيدوا بها كيفاش وين يدخلوا كيفاش يتعاملوا معهم بالنسبة للقوانين بالنسبة للقوانين أنا خدمت معناه فوصة الشركة هي فعلاً تيكتوك القوانين حاجة مهمة ونحن نتعاملوا مثلاً في المستوى المتاعي نحكيوا مع المتاعات أو مع مجلسات ما بالنسبة للشباب أول حاجة القانون تقوم البلاد يتقوم بشركات التواصل الاجتماعي كل بلاد وعندها تتعاملوا معها كيفاش تحني الدق وكيفاش ينجموا يستغلوا الشباب يعني ينجموا تقوم بشركات التواصل الاجتماعي أول حاجة تقوم بشركات التواصل الاجتماعي كيف تستعملوا ومع ذلك ما تقوم بشركات التواصل الاجتماعي كمعلومات شخصية وكيف تقوم بحثنا في البلاد وفي تونس؟ بالله كنت تريد أن أردت جمع هذه في الاخرى في الاخرى في تونس كانت برشة ربعاية من رواحة التونس ما بحبك ستارك فقعدت في قلبي إن شاء الله ونعادوا معهم جميع أخرى في تونس يعطيك الصحة شكرا لك وائل شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك